بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم معكم الدكتور محمد شلطوت في المخادرة العشرة في how to create a flat design in adobe illustrator طبعا احنا خلصنا التصميمات او التطبيقات كاملة النهاردة بإذن الله تعالى هنبدأ في تجهيز الملف للتحريك هناخد ايه في الملف النهاردة او الموضوع النهاردة هيبقى على محاضرتين المحاضرة الاولى ان شاء الله بإذن الله تعالى هنجهز الملف داخل ال adobe illustrator بعد ما صممناه بعد ما عملنا ده كله هنبدأ نجهزه للتحريك واحنا بينجهزه للتحريك هنبدأ نجهزه كسيناريو تحريك هنحرك ايه قبل ايه ونفهمها عشان نرتبها كليارز وكده واخر حاجة هنبدأ المحاضرة البعضي دي التحريك على ال after effects بإذن الله تعالى وازاي نقدر نشتغل عليه ده المشهد اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه دلوقتي مع بعض ده كان مشهد احنا مصممينه في المحاضرة الستة او الخمسة من القرص تقدروا ان شاء الله بإذن الله ترجعوا له او تصمموا او تجاهزوا اي ملف انتوا طبقتوا عليه تقدروا تحركوه بإذن الله تعالى خلينا ندخل على برنامج الإلستريتور سريعا نجاهز الملف ونشوف ايه تفاصيله بإذن الله تعالى زي محاضراتكم شايفين كده معايا ده الملف داخل الإلستريتور كده زي ما قلت لكم ده ملف سابق احنا طبقناه تصميمه كامل ان شاء الله الناس اللي متابع الكورس او المحاضرات السابقة ممكن تشتغل عليه او اي ملف عنده كنتوا عايزين تحركوه او تجاهزوه للتحريق طبعا في ناس كتير بتشتغل زي انا بشتغل اللي انا كله بنيه على لير واحد زي ما انتوا شايفين هنا لير واحد كل التصميم جواه تمام كده وفي ناس منظمة من البداية بتبدأ تفتح لو هاتصمم الكنبة هاتصمم الحيطة تفتح لها لير وهكذا تمام انا هولوكه على الطريقة اللي انا افك الحاجات دي كلييرات علشان في التحريك في الافتر افكتس بيبقى محتاج كل لير لواحده علشان يحركه هنحركها ازاي فيه طريقتين فيه طريقة يدوية اللي انت بتفتح اللير اللي انت عليه والجروب من جوا كده وتبدأ تاخد كل تصميم منهم يعني مثلا دي السوشيال ميديا مثلا خلينا نشوف ده اللوحة اللي هنا دي وابدأ اسحابها اللي هي برا او عمل لها لير لوحدها وكذا دي طريقة الطريقة الافضل اللي انا بقف على الجروب ده وباختار امر من الجنب من هنا كده اسمه release two layers تمام كده الاختيار ده الاختيار ده لما تضغط عليه كده بيحول لك كل اللي تحت الجروب ده لليير زي ما انتوا شايفين كده فدي طريقة سريعة جدا لتجهيز الملف وبالتالي انا بعمل اقف على اول لير كده وادوس shift للليير الاخير وبعد كده اروح اعمل عملية سحب تحت كده فبقى عندي كده اللييرات كلها مفقوكة الليير ده خلاص انا مش محتاجه بقف عليه بروح مسحه كده تمام كده طبعا الليير المقفول ده اللي هو الالوان انا مش محتاجه برضو دلوقتي في التصميم هروح مسحها بقى عندي اللييرات منفصلة زي ما انتوا شايفين كده اهو انا بقى اوريكو فيها طبعا محتاجه حاجات تجهز بقى تاني ازاي انا عايز احرك قبل ايه مثلا هخلي الليير الاولاني مثلا بتاع الارضية يبقى انا بتأكد منه الليير بتاع الوردة ده هيبدأ يدخل مع الليير اللي هو بتاع الزهرية فهروح ساحب الليير بتاع الوردة جوه الزهرية بحيث الاتنين يبقوا كلاير لوحده كده هبدأ اعمله ترتيب ده تحت ده علشان تبقى كده جواها بالشكل ده يبقى انا كده ابقى عندي ده الليير هبدأ بس راجع على ليرات كل لير لوحده كده زي ما انتو شايفين بالشكل ده عشان اتأكد اللي انا فكتهم صح في حاجة هتدمج مع حاجة تانية وهكذا زي ما انتو شايفين طبعا ده لير ممكن اقف عليه كده وادوس هنا برضو ريليستو ليرز همام كده عملتها كلييرز كده اقف على الجروب جوه واعمل ريليستو ليرز عشان اخليها ليرات لو انا عايز بقى كل الكتاب لوحده زي ما انتو شايفين لو انا احرقها فبفك الليرات حسب ما انا عايز تمام تصميم بقى فكرة انا كده جهزت الملف كلييرات وتأكدت اللي كل لير لوحده بالشكل ده ماشي بصوا هنا مثلا ان الحيطة دي مقسمة جزئين ادي واحدة اللي هي الحيطة المخططة دي وهدي الحيطة التانية ممكن اضمهم في لير واحد يبقى حيطة واحدة يبقى كده عملية السحبة هي خلاص خليني بس اتأكد انا ضميتهم صح ولا لا اهو اروح صحبها كده عملية سحبة فليير لوحده كده بقى دي الحيطة لوحدية فلازم اتأكد كده انا دلوقتي عايز اعمل السي السناديو بتاع التحريك انا ههرق ايه قابل ايه مسلا انا عايز الارضية دي تتحرك الاول اللي هي الارضية التاحدي دي مسلا خلاص كده عايز احرق الحيطة ди виرها وعايز احرق الخطوط دي اللي عمل كسر كده عايز احرقลق الخشبة دي مسلا الله حيز اتحنى اللوح دي عايز اخليها فلاخر فار رح خليها فى الي ليراد تحفيzت فيها فبعندى ف my head's window للحيطة كده اللوحة صورية تمام؟ فببدأ أعمل السيناريو بتاعي بشوف ده مثلا عايز أخلي دي الأول أشوف الأباجورة لا أخلي الأباجورة الأول تنزل يعني الحيطة تنزل الأول كلها كاملة وبعدين الأباجورة دي تنزل بعدها الكنبة مثلا تظهر يبقى أنا أخط في الترتيب فكده بعمل عملية ترتيب لليرات طبقا لفكرة السيناريو بتاعي اللي أنا أحرق به إزاي علشان يبقى الليرات هنا مترتبة لما تيه في الأفتر ايفكتس بيزن اللي في المحاضرة الجاية هنبدأ في ترتيبها دي نبدأ نحرك لير لير بحيث عايزين ده يدخل المشهد الأول ده بعده وهكذا فيه الترتيب تمام كده؟ ده محاضرة النهاردة اللي هي تجهيز الملف كليارات منفصلة علشان استعدادا للتحريق وبالفعل وترتيب كمان الليرات دي اللي أنا في السيناريو اللي هيزهر قبل إيه كسيناريو تحريك طبعا بعض الناس اللي ما اشتغلتش تحريك ممكن يبقى عندها مشكلة شوية تمام لا ما تخافوش الموضوع بسيط جدا بس هي الفكرة فوق الليرات رتب السيناريو في دماغك عايزت إيه قبل إيه أو رتبوا فرقة أنا عايز الكنابة تظهر الأول عايز النجفة تظهر بعديها عايز الأبجورة بعدها عايز الحيطة وهكذا علشان تبدأ ترتبك الليرات هنا معاك في الشكل ده مش هطول عليكم دي كانت محاضرة النهاردة في تجهيز الملف آخر حاجة اتأكد اللي انت بتحفظ الملف كAI تمام كده أنا حافظه طبعا قبل كده اللي هو Adobe AI علشان يبقى مفتوح كليرات عشان يسهل عليك والأفتر إفكتس بإذن الله تعالى انت تسحبه وتحركه زي ما حادرتكم شوفتوا كده احنا جهزنا الملف في قوة Adobe Illustrator أتمنى يكون المحاضرة مفيدة لكم طبعا تواصلوا معايا اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد اي حاجة في السوشيال ميديا الخاصة بي تواصلوا معايا فيها ارد على أسئلتكم بإذن الله تعالى ودي كانت محاضرة النهاردة اللي هي المحاضرة العشرة في تجهيز الملف وتجهيز السيناريو ان شاء الله بإذن الله تعالى المحاضرة الحدوى شاء في المحاضرة الجاية هنبدأ نحرب جوه الـ After Effect بإذن الله تعالى كنت معكم أخوك الدكتور محمد شلتور بقرة أحلى وأجمل بيكون لكم واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته